صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإرساء ثقافة السلام وإشعة قيم التسامح والتقارب بين الشعوب من خلال التركيز على ما يشمع البشرية من قواسم إنسانية وإرث حضاري وثقافي مشترك وتوظيفه في التغلب على التحديات كافة قال سمو رئيس الوزراء إن مملكة البحرين تعتز بأن لديها موروث حضاري عريق يقوم على التمسك بقيم الانفتاح والتعاون فيما يخدم البشرية ويعزز خطواتها نحو السلام والتعايش أشهد سموه بالدور الرائد الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بالحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز جهود الدول في نشر التعليم والثقافة وما تبدله من جهود لتعظيم المردود الثقافي الذي يساعد المجتمعات على النهوض وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الرفاع السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بمناسبة زيارتها إلى المملكة حيث رحب سموه بالزيارة وما تجسده من شراكة قائمة بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو لسيما في مجالات التعليم والحفاظ على التراث الحضاري والإنساني وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تقوية التعاون مع منظمة اليونسكو ودعم مشاريعها بهدف تحقيق المقاصد والأهداف الإنسانية النبيلة لهذه المنظمة وقال سموه إن البحرين شكلت منذ القدم منارة لتقدم الحضاري ومركز إشعاع ثقافي في المنطقة ولا تزال تعمل من أجل تحقيق هذه الرسالة بإطار من العمل الجماعي الذي يوفر المناخ المناسب لنماء البشرية وتقدمها وأكد سموه أن المواقع التراثية والاثرية في مملكة البحرين تحظى بكل الدعم والاهتمام لما تمثله من أهمية وقيمة تاريخية تعكس ثراء حضارة البحرين وتجذر تاريخها العريق وأضاف سموه أن اختيار مملكة البحرين لاحتضان المركز الإقليمي للتراث العالمي عكس تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة وتجربتها الرائدة في الحفاظ على التراث الحضاري أشكل منطلقا نحو تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على التراث العربي وحمايته والإسهام في تسجيل المزيد من المواقع الجديدة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي حفاظا على ما تمثله من قيمة حضارية وإنسانية وأشهد سموه بجهود القائمين على منظمة اليونسكو وسعيهم الدؤوب لتحقيق رسالتها النبيلة في رعاية العلوم والبحث العلمي والآداب والثقافة والفنون والتراث وخلال اللقاء أهدت السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ميدالية اليونسكو للسلام التي تحمل لفظ كلمة السلام بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة وهي الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والروسية والصينية تقديرا لدور سموه في إرساء السلام ونشر المحبة والتأخي بين الشعوب ودوره في بناء علاقات طيبة بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم على أسس راسخة من التعاون والإحترام المتبادل كما أهدت سموه أيضا نسخة من كتاب أطلس اليونسكو للتراث العالمي وذلك تقديرا لدعم سموه لمنظمة اليونسكو وأشادت سيدة إيرينا بوكوفا بدور سموه في دفع مستوى التعاون بين اليونسكو ومملكة البحرين من أجل تعزيز السلام وبناء عالم يرتكز على التحاور والتبادل الأثري بين جميع الشعوب والحضارات والثقافات ونوهت بالمبادرات العديدة التي تبنها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدعم الثقافة والتراث في مملكة البحرين ومنها احتضان مملكة البحرين للمركز الإقليمي للتراث العالمي مؤكدة أن البحرين سباقة في مختلف الفنون والأداب وتجسد نموذجا يحتذا في التعاون البناء ودعم الجهود الأممية للحفاظ على التراث الحضاري والإنساني وأعربت عن سعادتها واعتزازها باحتضان مملكة البحرين للمركز الإقليمي للتراث العالمي والذي بات يشكل علامة مضيئة في مسيرة الحفاظ على التراث العالمي الطبيعي والإنساني معربة عن عجابها بجهود البحرين في إحياء التراث والمورثات البحرينية العريقة وإطلاق العديد من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على المواقع الأثرية والبيوت التراثية والفنية في المملكة